أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعمه الكامل لجميع أوجوه التعاون ما بين مصر والمجر في مجال تبادل الخبرات والبرامج العلمية ما بين الجامعات من الجانبين وخلال لقائه بوزير الثقافة والابتكار المجري يانوش تشاك والوفد المرافق له أشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لمجال التعليم العالي وعقد الشركات الدولية ما بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية في التخصصات المختلفة من جانبه أكد وزير الثقافة والابتكار المجري أن مصر لديها إرث ثقافي عظيم ومتنوع وناتج عن موروث تاريخي يمتد لألاف السنين معبرا عن رغبة بلاده في التبادل الطلابي والأساتذة مع مصر وتشجيع التعاون ما بين الجامعات والمؤسسات البحثية في كلا البلدين